درجة مثلا استوقفني تحقيق كانت نشرة الصحف الأسبانية بعد رحيل ميسي عن برشلونة عن الخسائر اللي حتصيب نادي برشلونة نفسه والدوري الأسباني ورابطة الدوري الأسباني كلها وتسويق الدوري نفسه اللي ليجا يعني الموضوع فقريت الرقم أنا حصلي جنان يعني لقيت إن الخسائر دي توصل حوالي 6 مليار و 470 مليون 6 مليار من لعيب واحد وسنه 34 سنة مش لعيب شاب مثلا لسه في مقتبل عمره سنه 34 سنة لكن الخسائر ليه فيه إعلانات وفيه شركات وفيه سبونسرز كل يعني كتير من الحاجات دات بعد ميسي هتمشي يعني هو معتمد على اسم ميسي نهيك عن التشيرت ده ليه الحاجة الأشهر يعني الناس حفظة التشيرت لكن مش شايفة مثلا ما وراء التشيرت لا ده فيه إن الدوري الأسباني بيقدر خسائره شوف انت قلتلي الوقتي هل حيتأثر رونالدو ما مشي من تات سنة أولا ميسي لا ميسي أكتر كمان هل حتتأثر المدخيل قالك آه سعر السوقي للدوري الأسباني حيخسر حوالي 3.6 مليار دولار 3.6 مليار يعني تقريبا نص المبلغ اللي أنا أقول لك خسائر حيفقده الدوري الأسباني من تسويقه فقط نهيك بقى عن التشيرتات نهيك عن خسائر كان عقد رعاية نهيك عن خسائر كانت بالنسبة للتعاقدات إعلانية هذا البس التليفزيوني أو بس قيمة الفاليو بتاع الدوري أكيد هيقل بشكل كبير جدا وطالما جبنا سيرة ميسي طبعا وكمان حضارك تتكلم على لعيب عنده 34 سنة وهذا الإفكت وهذا ردود الأفعال السلبية على الدوري الأسباني وعلى برشلونة حنشوف مع حضرتك كمان أرقام ميسي من خلال مشواره الطويل جدا جدا زي ما حضارك قلت يمكن كان انضمامه البرشلونة عمره كان 11 سنة يعني أكتر من 20 سنة مع برشلونة كان فيه أرقام وأحصيات أعتقد صعب جدا تتكرر للاعب يعني يعمل هذه الإنجازات وهذه الأرقام في نادي واحد هو طبعا أنا بقولك فعلا الأرقام اللي احنا نقولها دي صعب جدا اللي لم يكن مستحيل ومنها رقم يعني منذ قليل بعد رحيل جيرد مولر اللاعب الفلتة الألمانية والهدف الكبير اللي كان مسجل في موسم واحد 81 هدف كانت الناس معتبرة ان الرقم ده ده رقم خوزعبال احنا شايفين ميسي 672 هدف في عدد مشاركات أو عدد مباراة 778 انت بتتكلم في رقم سطوري يعني رقم صعب جدا معدل هدف تقريبا في كل مباراة سواء رسمية أو الدية مباراة في أوروبا مباراة في الدور الأسباني أرقام يعني كبيرة جدا وعايز أقولك أن من الأرقام اللي أنا أعتقد أن هي خلقت لتعيش مدى الحياة رقم ميسي سنة 2012 اللي ضرب به رقم جيرد مولر الراحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة اللي هو 91 هدف في سنة ميلادية واحدة أنا ما أعتقدش أن فيه لعب حييجي يسجل تتكلم أن اللعيب تقريبا قرب من 100 جول في موسم واحد ده لعيبة كتير بتعيش حياتها الكروية كلها من أول ما تبدأ ومهاجم وهدف وما بيوصفش لمية هدف